اشتركوا في القناة نشكر المواطنين العزاء الذين لنبل طباعهم وسمو أخلاقهم أصبحوا مثالا في التعايش والتسامح لتبغى بلادنا وكما يعرفها العالم موطن الحضارات الإنسانية المتآلفة زادها في ذلك علم أبنائها وبناتها وإيمانهم التام بتلك القيم السامية ليكون خير من ينشرها ويعمل بها منذ قديم الزمان وإلى عصرنا الحاضر عرفت مملكة البحرين عبر تاريخها القديم والحديث بأنها أرض الحضارات ومملكة للإنسانية والتعايش والوئام والتسامح بين الجميع فدونت المملكة بأحرف من نور مساعيها الخيرة في إحلال السلام بين ربوع العالم بأسره هذه الملامح التي سطرها ووثقها نهج جلالة الملك المفد السديد وإيمانه الراسخ بأهمية التسامح والتعايش والسلام بين المجتمعات والدول والشعوب المساعي الحثيثة لجلالة الملك المفدى لتعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان تمخض عنها العديد من مبادرات جلالته الداعمة لتعزيز السلام والتعايش بين الأمم والتي يأتي في مقدمتها ميثاق العمل الوطني والدستور الذي كفل الحريات العقائدية بجانب استضافة أرض المملكة للعديد من مؤتمرات الحوار بين الأديان والتعايش واحتضانها لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سبينزا الإيطالية وغيرها من المبادرات التي تحمل رسالة التعايش والسلام لربوع العالم حكمة جلالة الملك المفدس سديدة ورؤيته الثاقبة غدت نبراسا لنهج رائد ومتطور في إحلال السلام ودعم الاستقرار ونشر التفاهم والتعايش العالمي وبما يضمن المصالح العليا للمملكة وفق علاقات دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتحقيق النفع للدول والشعوب ليكون مفهوم التعايش والسلام مصطلحا سائدا في دول العالم بأسرها